لا قيمة لاتفاق أردوغان وسراغ حيث استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية اليونان لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدت الخارجية اليونانية في بيان صحفي أن القمة التي تستضيفها العاصمة المصرية ستركز على تصورات في شرق البحر المتوسط في دوء التوقيع الأخير على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق وكان سامح شكري قد أجرت صالا هاتفيا أمس الأول مع وزيري خارجية اليونان وقبرص لتشاور حول المذكرة واتفق الوزراء الثلاثة على عدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم الاعتداد بها لكونها تتعدى صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي وفقا لاتفاق السخيرات فضلا عن أنها لن تؤثر على حقوق الدولة الشاطئية للبحر متوسط